السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنتابع حلقات كرس تحسين الخط باستخدام الألم العادي وكنا وصلنا لاتصال الحرف الباق بالحروف المختلفة وأخذنا اتصال حرف الباق بكل الحروف الثمنتاشر أو الأشكال الثمنتاشر وطبعا بنعرف حرف الحرف شكله هو مفرد وحرفه لما بيبقى في أول الكلمة وهو في منتصف الكلمة وفي آخر الكلمة بنفس النظام هناخد الحرف الذي يليه وهو حرف الحق طبعا حرف الحق أو الجيم أو الخاء فهنا الأول نبتدي ناخد شكل حرف الحق لما بيكون مفرد نتذكر يعني احنا طبعا خدناه قبل كده طبعا شكل حرف الحق كان لو تتفتكروا كان ان احنا بنكتبه فوق السطر فوق السطر في منتصف المسافة ما بين السطرين فوق السطر اللي هو ايه احنا اتفقنا ان اسمه خط الاساس اللي منكتب عليه وبعد كده منرسم موجه بنطلع وننزل وبعد كده خط مستقيم وبعد كده واحنا رايحين نرجع تاني عند نص المسافة ونرجع نعمل حرف الحق الجسم بتاعه وكنا نفتكر ان احنا قلنا بداية الراس والجسم اللي اتنين على نفس المستوى وكمان قلنا ان نهاية نهاية الجسم بتبعد عن المسافة هنا بمسافة نقطة تمام؟ وطبعا قلنا ان هنا المسافة قبل يعني هنا ده في منتصف المسافة لو ده نقطتين يبقى بعدها نقطتين بالزبط تمام؟ ودي وطبعا قلنا برضو ان جسم الحق لا يصل الى ايه؟ الخط القاعدة اللي تحتين ما بيوصلش ديه ابدا طيب حرف الجيم اول طبعا ده الجيم او الحق او الخق طبعا احنا هناخد اشكال اتصال حرف الحق اللي في اول الكلمة اللي في اول الكلمة قادمة اتصاله بكل الحروف الـ 18 ونبتدي اول حاجة اتصاله اتصاله بالحروف الصاعدة احنا ممكن ناخد الحروف اتصاله بالحروف بالترتيب ولكن الاحسن او الاسهل لي انا اول حرف هو حرف صاعد ده اللي هو حرف الالف لما اخد اتصال حرف الحق بالحرف الصاعد اللي انا هشرحه هيبقى منتوق على اي حرف صاعدتين هنفهم الكلام ده دلوقتي ازاي؟ حرف الحق بيبقى في بداية الكلمة اتفقنا ان هو الموجة وبعد كده الخط المستقيم وارجع تاني وبعد كده الحرف صعد اللي هو زي الالف بيحصل ايه في حالة الحروف الصعدة بيحصل ان هو عادي زي ما اتعلمت ده شكله في بداية الكلمة ولكن لما يبقى في حرف صعد فبيغلق راس بيغلق راس الحرف ويبقى طيب الحرف الصعد البعدي مسافة نقطة يعني مش اعمل مش اقفل واعمل حرف الحق واروح طالع كده لا ده غلط لا اعمل حرف الحق المغلق اهو وبعد كده اسيب مسافة نقطة بعدي تمام ما عدا بس في حالة امتى ما يتقفلش حرف الحق دوت الراس بتاعته دي لو الحرف لو هو كان في حالة اللي بعدي ان هو يعني حرف الحق ده فيه امتدادة او كاشيدة ساعتها هنفتح حرف الحق عادي في حالة في حالة ان فيه ايه كاشيدة هي اللي هو حرف صعد ولكن الحرف نفسه ممتد في الحالة دي بس ان منفتح حرف الحق عادي مش بنقفله طيب مثال نقول كلمة مثلا فيها الحق دي اللي هي اتصال الحق مع الالف مثال اللي هو نقول مثلا كلمة حامد اهي يبقى هقفل يبقى يعتبر بداية الصدر واعمل شكل الحرف العادي وابعد مسافة نقطة واعمل الالف تمام وبعد كده حامد اهي اللي هي الميم وبعد كده الدال الدال اطلع شمال نص نص طول الالف وبعد كده الخط المستقر فوق السطر قليلا دي كلمة حامد قفلنا الراس بتاعت حرف الحق تمام وسبنا مسافة نقطة بعد حرف الحق نكمل بقية الحروف اللي هي الصعدة عشان يبقى ايه خلاص انا عارف القعدة على كل حرف الحق مع الدال حرف الدال برضو يعتبر حرف صعد يعني ايه يعني انا لو هكتب الحق اهي مفتوحة عادي وبعد كده مسافة نقطة بعدها وبعد كده هكتب الدال اللي هي ميلة قليلا لفوق ميلة قليلا شمال وطلع الفوق وبعد كده اكمل الدال اللي هي على السطر كده لأ ساعتها اقفل حرف الحق عشان هي بعدها حرف صعد تاني اهو يبقى ابتدي من السطر واطلع وبعد كده اعمل الحق اهي وبعد كده اهي وبعد كده كده تمام طبعا دي ملاحظات دقيقة يعني اللي عايزي اللي اكتبها عادي حرف حق عادي مفتوح يعني مش هتبقى كارسة يعني هيبقى خطك حلو ولكن دي قواعد اللي بنشوفها دايما في لما نجي نقرأ مثلا المصحف او كده هنلاقي مكتوب بالطريقة دي تمام مثلا كلمة مثلا كلمة احد اهي الالف وعليها الهمزة والحق اهي وبعد كده الدال و اهي وسبنا نقطة وقفلنا جسم الحق تمام طيب حرف صعد اخر زي الكاف صعد اهو صعد لي فوق يبقى نفس الحكاية اهي وبعد كده هقفلها اهي وبعد كده سيب نقطة بعدها واطلع بالقائم اللي هيعمل لي الحرف الصعد اللي بعدها وبعد كده اتفقنا الكاف ازاي لما الكاف بتبقى متصلة خدناها المرة اللي فاتت مع اتصالها مع حرف البق اللي هو بنزل من هنا اسيب فراغ كده وبعد كده اعمل كده تمام دي ايه دي الكاف وادي الشارة بتاعت الكاف تبقى اصغر من شوية تمام اهي اكتب مثلا مثال يبقى تاني اهي اهي اقفل الحرف اهي وبعد كده انزل وانا ننازل اهي بيسيب هنا المسافة دي وبعد كده هنا الكاف طيب اجيب اه اكتب مثال مثلا كلمة نجاحك اللي خدناها المرة اللي فاتت المنزل دوت كده النون وبعد كده اهي وبعد كده الحق بعدها حرف صعد ولكن عشان فيك شي ده ها يبقى قلنا المرة اللي فاتت دي دي بتمتد خارج دي وبعد كده دي النون وبعد هنا الجيم الجيم ديت عشان اه بعدها الحرف الصعد بعيد عنها يبقى الراس مفتوحة وبعد كده هنا المرة دي مش هعمل بقى هعمل الحاق ومعها الكاف ولكن مش كشيدة يبقى على طول اهي يبقى الراس مقفولة وبعد كده من هنا كده من قبل السطر انزل بميل واعمل حرف الكاف وادي كده مفيش هنا في حرف الكاف المتصل مفيش الحلية بتاعك مش موجودة دي كلمة حرف كلمة نجاحك وهنا دي مقفولة تمام طيب حرف اخر من الحروف الصعدة زي اللي برضو نفس الحكاية اهو نفس التكرار اهو اطلع واعمل بقية الراس وبعد كده اكمل ابعد مسافة نقطة اطلع فوق هعمل اللام انزل اللام كده بعد كده اعمل الكاسة بتاعة اللام هي دي اللام طبعا الاحسن بقى كمان قلنا ان المفروض يبقى في هنا تمانية واضحة شوية في المكان ده كده يبقى اعمل الحاق وهي مقفولة واعمل كده واميل كده شوي اميل اعمل منحنة وانطالع للليم وانا نازل اهي هنزل عادي وادي الجسم بتاع اللام وادي التمانية دي بينا وظهرة قوي اهي تمام طيب اه اكتب كلمة مثلا كلمة سهلة يكون تطبيق زي كلمة وحل 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 يعني تين ادي الراس اهي اللي هي شكل الفصل دي بتاعة الواو الفصلة اقفل اقفل وانزل كاني بعمل اقفل وانزل وكاني بعمل ايه الرق اهي دي طيب الحاق الحاق اهي لو انا هعمل عادي عشان دايما ما بقى شنسة اعملها حاق عادي زي اللي انا متعودة هي عليها بس ايه اروح اقفلها حلو واطلع ادي هي طلعت وانزل عادي بحرف اللام اهو ادي جسم اللام ادي كلمة وحل طيب حرف صاعد اخر زي الهاء برضو اهي اقفل اقفل الراس واطلع اهي عشان هعمل حرف صاعد خلص وهنا مسافة نقطة تمام الحرف الصاعد اهو كده واعمل كاني بعمل لام ادال واقفلها ادي الحاق هاء مربوطة طبعا كان فيه هاء تانية اخدناها برضو تانية اللي هي ادي هي الحاق وهي الشكل ده ده برضو حاق وهاء بعدي برضو هتغلق رأس الحاق اه مثال 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 مثلا اسم ابن ماجا ماشي اخدنا الالف اهي قبل كده والابن لما نعملها مدورة كده وادي انه ادي ابن ماشي وماجا ادي الميم الخنجرية وادي الالف تمام والجيم ده الجيم هاء اللي هي المفروض هتبقى مغلقة اهي اعملها كده طب انا مش عارف اغلقها من الاول عادي اعملها مفتحة وبعد كده اقفلها وبعد مسافة نقطة واعمل الهاء الايه او ممكن اعملها الهاء التانية عادي اهي اللي هي كده تمام ابن ماجا ادي مثال طيب في ايه كمان حرف صعد اللي هو اللام الف اللام الف اللام الف ديت اللي هي بتبقى شبكة في حرف قبلها فالحاء لام الف هيبقى شكلها ازاي برضو مدام ده حرف صعد يبقى الحاء هيبقى اتغلق راسها يبقى برضو هتبقى مقفولة اطلع وامشي خط مستقيم مرتفع عن الصدر مسافة نقطة وانزل تاني اهي وارجع تاني عند نص المسافة واسبها مفتوحة واجه ابعد مسافة نقطة مش اطلع على طول بعد الراس لا ابعد مسافة نقطة واطلع بالجزء القائم او الصعد بتاع اللام الف تمام وبعد كده هنزل ايه من هنا كده عند نص المسافة وانزل وانزل تحت السطر تمام بمسافة نقطة وبعد كده بخط ميل كده من هنا ااجي اعمل كده وفي هنا حلية ادي الحاء لام الف مثال سهل حالة مثلا كلمة حالة اسم حالة او جلال يبقى اهي اهو اللام اطلع واعمل اللام الف واعمل كده وادي الحلية دي الجلال وادي اللام الف اللام المفردة لها حلية انزل بالقائم انزل سنة صغيرة وبعد كده اعمل الكاسة بتاعت اللام دي كده كلمة جلال مثال يعني بعد كده يبقى كده احنا خلصنا احنا خلصنا ايه الاتصال حرف الحاء اتصال حرف الحاء بالحروف الصاعدة زي الالف والدال والكاف واللم والهاء مربوطة واللم الف في كل الاشكال دي حرف الحاء الرأس بتاعته بتغلق ما عدا لو كانت حرف الحاء ده كشيدة او ممتدة فبتبقى مفتوحة تمام على طول نقفل رأس الحاء تمام ما عدا لو طولناها في اي كلمة من دول في اي كلمة من دول زي عملنا كده في كلمة نجاحك يبقى لو كانت لو كانت الالف عليه بعدها على طول كانت هدغلق لكن مدام ما دينا كده يعني عملناها كشيدة يبقى ايه نفتح الفتحة بتاعت رأس الحاء طيب تاني حاجة اللي هو ناخد الباق 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 ايه الحاء لما عادي جدا ان الحاء في اول الكلمة في الحاء في اول الكلمة بدي بقى الشكل ده طيب احنا قلنا ايه الجزء ده بقى هو اللي بيتغير كل مرة هنا يا الا ده يبقى مفتوح او مقفول طب التحت ده هيحصل في ايه في حالة الباق في حالة الباق جوه الحرف بيحصل كسر يعني ايه ايه حرف الحاء اهو الجسم العالي الراس عادية ونرجع ولكن جوه يعني هنا في جوه الراس بيحصل كسر او زاوية شايفين اهو حصلت الكسر او الزاوية فين جوه رأس الحاء تاني ايه الراس من فوق السطر بالموجة وارجع وعمل زاوية قبل مطلع اعمل زاوية فين جوه الراس عشان فيه شكل تاني ان الزاوية دي هتبقى لما تخرج من الراس يبقى ايه دي كسر او زاوية جوه راس الحاء داخل راس الحاء تمام يبقى دي اسمها ايه كسر او زاوية داخل رأس حرف الحاء دا امتى لما تبقى متصلة شوفوا ليه طلعت كده عشان فيه سنة هتعمل كده اللي هي بتاعت البيئ صح يعني مثلا زي كلمة حب اهي مثال المثال اهي اعمل الراس عادية اهي واعمل انزل اعمل زاوية واطلع تمام وبعد كده اعمل السنة بتاعت الباق اهي طيب حبيب مثلا اهي ادي حاء وعمل كده هتلاقي نفسك كده طالع عادي بدل يعني يعتبر ايه بدأ انا هنزل بس ما استكرش بقى السطر هنزل واطلع على طول عشان هتعمل سنة اللي هي بتاعت الباق وبعد كده الياء بتاعت حبيب وبعد كده وبعد كده ايه الباق في اخر الكلمة بيبقى شكلها كده زي ما اتفقنا قبل كده ورفعنا السنة دي هناخد بعد كده لما يبقى فيه اكتر من سنة فيه لازم سنة منهم مايبقاش كلهم عاملين زي الموجة كده لأ واحدة منهم ترتفع تمام وهنعرف هي بتبقى انهو فيهم اللي بترتفع بعد كده ادي حبيب تمام يبقى حصل اهو كسر او زاوية داخل رأس الحق طيب الحالة دي فين كمان مع الباق ومع السين اهي مع السين ومع السين نفس الحاجة اللي هو رأس الحق اهي بكتب وارجع واعمل زاوية قبل لمطلع وبعد كده السين اللي هو شرطة قائمة شرطة ميلة بعمل السين بعد كده مسافة نقطة وبعد كده القوس مسافة نقطة ونص وبعد كده لو انا هكمل سين هتبقى كده او لو هي مفردة اهيه وادي شرطة وقفة وشرطة نايمة وبعد كده القوس وبعد كده وبعد كده ايه جسم السين مثال كلمة حسن مثلا ادي الحق اهي وانزل بزاوية واطلع واعمل السين اهي والقوس تمام وبعد كده اهي ادي انه دي حسن ان القوس ده كبير شوية مفرودي بقى اصغر شوية وبعد كده حسن تمام كده خلصنا يبقى اخدنا مع الباق او السين بيحصل كسر داخل حرف الباق طب امتى يحصل كسر خارج حرف الباق يعني هي هيها هي هيها الحق اهي بس بدل منزلك اكسر انزلت جوه الحق لا اطلع واكسر كده من برا الجسم اكسر يعني اكمل عادي واكسرها وانطالع برا الجسم امتى عشان الحرف اللي بعد كده اللي هو زي العين فاكرين المنظر ده فاكرين لما كنا بنقول الباق لما كنا بنقول الباق تنزل وتطلع هي نفس الحكاية ادي كأنها كل حرف ينزل يستقر على السطرة ويبتدي يطلع على طول على الفوق السطر عشان يعمل راس الحق اه راس العين قصدي اللي ليها سنة من قدام ومدورة من ناحية الخلفية وبعد كده ايه الجسم بتاع العين دي الحق عين مع ايه كمان مع العين والفق نفس الحكاية يبدأ اسمه كسرة او زاوية ولكن فين هنا جوه الحرف جوه راس الحرف لا خارج راس الحرف راس حق عادية هي واطلع واكسر كده ليه عشان احنا هلفه برضو نفس اللفة كعشان انا هلف كده عشان انا هلفه هو واعمل الراس بتاعت الفاق اللفة بالدوران وكااني بكمل حرف الباق اهو ماشي يبقى دي الحق في الحق في بيحصل فيهم القعدة دي يبقى كده احنا اخدنا ايه يا الا 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 الراس بتغلق مع الحروف الصعيدة او كسرة داخل الجسم داخل راس الحق مع الباق والسين او الكسرة خارج الراس الحرف الحاق مع العين والفاق. تمام? طب نجيب امثلة للحاق عين زي مثلا آآ جعلة مثلا جعلة اهي يبقى اهي اهي الراس وانزل واكسر برا الحرف عشان هطلع واعمل هنا العين المطمسة اللي في وسط في منتصف الكلمة وتبقى مطمسة كده تمام جاه وادي اطلع اهي اطلع حرف صعد تمام وادي انزل وادي الكاسة بتاعت اللي جعلة دي آآ الكسر خارج الراس مثال تاني للحاق فاء الحاق فاء زي ايه حفلا مثلا ادي حا اهي فاء الوسطية وادي اللام وادي الكاسة وادي الفاء تمام دي حفلة طيب ممكن بقى ولا يحصل كسر ولا الراس ولا كسر جوه الراس ولا كسر برا الرأس ولا انها تتقفل لا هتفضل شبه هي شكلها عادي خالص عادي خالص كده الحاق وتنزل مستقيمة كده تمام مش هيحصل فيها اي حاجة في الحالة دي في الصاد والطاق والنون في الصاد والطاق والنون اهي الحاق نزلت عادية خالص على السطر اهي تكمل على السطر عادي واعمل الصاد اهي المتعودين عليها وادي السنة وبعد كده الكاسة اللي شبه النون دي الحاق صاد تمام طيب زي مثلا كلمة حصة اهي نكتب مثال ادي الحاق وتنزل عادي على السطر تستقر هنعمل معاها الصاد اهي بيبقى لها سنة صغيرة قوي كده وبعد كده السنة بتاعة الصاد صغيرة وبعد كده الحرف الصاد بتاع الهاء وبعد كده حصة اهي تمام طيب الحاق طاق والحاق نون زيها ادي الحاق اهي اهي النموجة او الارتفاع وانخفاض وخط وارجع استقرع السطر كده على طول فيش اي حاجة هتحصل واكمل لان الطاق هيستقر معاها اهو الطاق كبري ولفة ومنحنة وسيب مسافة وبعد كده لازم الالف اللي ايه في التلت الاولاني من حرف الطاق تمام مثال كلمة خط اظن سهلة خالص ادي اهي اهي ادي كده اهي وادي طاق الحلية بتاعت الالف بتاعت الطاق كلمة خط تمام واخر اه حرفة في الحصة ديت اللي هي النون اللي هو قلنا نفس الكلام الخاء الحق مع النون اهي النون ايه دي النون اجيب بقى المرة دي الكلمة اه فيها الحق هتبقى فوزة الكلمة مش يعني ممكن اقول حنين يعني بس مثلا انت بتاعت اهو حق مع النون حق مع النون حق اهي مستقرة ادي والسنة بتاعت هنين دي بعد كده هناخد بقى ان السنون دي هي فيها تغييرات بس خلينا كده ببساطة كده في الاول طيب انا عايزة اقول شحن مثلا ادي ادي الشين تمام واطلع بسنة عشان الشيالة بتاعت مين بتاعت الحق ادي اهي الشيالة بتاعت الحق وحط الحق ما لها هيحصل فيها كسرة ولا اي حاجة ولما تيجي تتصل بالنون لأ هتنزل سليمة عادية خالص وتشبك في النون تشبك في مين في النون ادي كلمة شحن سهلة خلص ناخد تطبيق بسيط يبقى احنا كده يبقى احنا كده عملنا ايه اخدنا اتصال الحق مع الحروف الصعيدة القاعدة ان هو بيغلق رأس الحق واتصال الحق مع الباق ومع السين بيحصل فيه كسرة او زاوية داخل الراس طبعا بناخد امثلة مثال كلمة لكل اه اتصال واتصال اه الحق مع العين والفاق بيحصل كسرة او زاوية خارج رأس الحق اهو بيبقى خفيف كده يعني تمام وبعد كده اخر حاجة مع الثلاث حروف دول الصاد والطاق والنون بيحصل ما بيحصلش حاجة من اللي فاتوا دول لا بينزل مستقر مستقيم كده بيبقى اتجاهه كده اه ويستقر على السطر بينزل وبعد كده يستقر على السطر مع الصاد والطاق والنون واخدنا مثال لكل اتصال مطلوب مننا طبعا التمرين يبقى احنا هنتمرن على اه يتبعتلي التمرين ازاي الاتصالات تعمل لي اتصال الحق مع كل الحروف اللي اخدناها ومثال لكل اتصال ان شاء الله نتقابل في الحلقة القادمة مع اتصال الحق مع باقي الحروف التمنتاشر اه هما مش كتير بس فيهم قاعدة جديدة مختلفة عن القواعد اللي احنا اخدناها واحنا هنا قبل بس ما انا اخلص ان احنا انها اتصال حرف الحق ليه ستة اشكال احنا كده اخدنا اتصاله مع الحروف الصاعدة ده اول نوع ومع الحروف اه ولما يحصل فيه كسر داخل او خارج لما بيحصل فيه كسر داخل او خارج كده يبقى دول اه شكلين واخدنا الشكل التالت اه كده التلاتة وده الشكل الرابع يبقى فضل فضل لنا شكلين اتنين هناخدهم شكل يعني الجيم او الحق او الخاء لما يتصل ببقى الحروف بشكله شكلين تانين لما يكون في اول الكلمة ناخدهم ان شاء الله في الجزء القادم مع اتصال حرف الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة